المتخصصين في هذا الفن أو في غيره وأنا أعتقد مولانا أنت كنت قلت لي في بداية الحلقات عندما تحدثنا عن زكاة الفطر نسيتك تغش الأسواق وتسأل للتجار حتى تستطيع أن تكون فكرة عن الجوال المالي المخصص للزكاة نعم نحن نقول قيمة الزكاة الفطر يمكن أن تخرج قيمة في المدن الكبرى طب قيمة كم؟ نحن نحكم المعيار اللي هو موجود اللي احنا بنين عليه اللي هي القمح لكن أنا لا أدري ثمن القمح في الأسواق التجر هو أهل الزكر فنقوله والله الأمح بتبيعه بكام؟ أو بتشتريه بكام؟ أو هو عندك بكام؟ فانسيتك أنت قررت صاعين ونصف مش كم؟ اثنين كيلو ونصف اثنين كيلو ونصف وبالتالي رقم قم 11 جليه فبالتالي هم بيجيبه 13-14 احنا بنجبر هذا الكسر عظيم جدا يعني أصلا أنا ليه يعني يعني زرأت في الحتة ديت عشان أذكر الناس وهتذكرهم معي أنه لا بخرقش زكاة الفطر يتفضل يخرق ما فيش مانعة إلى صلاة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة عيد الفطر نخرج الزكاة أصلا كان عندي أمنية احنا داخلين على العيد فضلين أيام والأيام دي اللي عايز يجيب شوز لابنه وعايز يجيب له بدلة جديدة عايز يجيب له شربات عايز يجيب له أي حاجة من الحاجات دي هو لا مانع أحنا لا والناس متخرج من أول رمضان بس أنا أصد اللي متأخر بعيد ما نريد أن يخرج الآن فلا مانع من الزكاة الفطر إذن خرجوا الزكاة وسيرعوا إليها لأنها بالفعل يعني تسعد الفقراء والمساكين نخرج لفصل قصير وأعود لمولانا الدكتور شاو أعلام لأسأله سؤالين مهمين في هذا الموضوع الموضوع الأول الحجامة والحجامة بيها جدل كبير جدا وأيضا إجهاض الجنين ليس حفاظا على والدته أو حياة والدته لأن الجنين قد يولد مشوه نخرج لفصل ونعود لنواصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر